من معصوم إلى البرلمان الموازنة بلا مصادقة وقالونيون يؤكدون سلامتها دستورية بعد خضوعها للسلطة الاتحادية بغداد تسمح لطائرات أربيل والسليمانية بالتحليق في السماء التولية مساعي تركيا لشن عمليات عسكرية في العراق تثير رفضان سياسيا وشعبيا مطلقا ودعوات لشكوى أممية ضد قواتها ببعشيقة بعد الخرقات الأمنية المتكررة بكاركوك اجتماع عسكري عالي المستوى لتثبيت دعائم الأمن في المحافظة السلام عليكم لقد أبحرت في محيط الخلافات ولما أخذها شراع الإقرار نحو ساحل الأمانة استدمت بجبل الجليد استدام أرجعها إلى حيث نقطة الانطلاق بلا مصادقة أنها الموازنة التي لم تجد من ينصفها في بلد تكثر فيه القوميات والانتماءات وتتدخل فيه الأجندات فلا عجب أن اختل ميزان إحدى كفتيه الوطنية والأخرى الانتماء للقومية فالرئيس ليس معصوما كغيره من البشر خصوصا إذا ما تعلق الأمر بنسبة الشمال من الموازنة وعلى البر تنفس الشمال هواء جديدا بافتتاح مطاري أربيل والسليمانية بعد خضوعه إلى مطالب بغداد على أن تشرف الأخيرة على كل شاردة وواردة فيهما وفي كاركوك تستمر عمليات تأميم ملاطقها من سطوات الإرهابيين كاركوك التي ما زالت تعاني من المشاكل المنحدرة من جبال الأقليم فالأقليم هو مصدر وزماتها التي دخلتها في حقائب الانفصاليين والذي ما زال يحتفظ بالإرهابيين ليساوم بلاده بهم من أجل مصلحته الخاص حياكم الله مشاهدين الكرام وإليكم تفاصيل نشط السابع من بلاد الفضائية أهلا بكم رفض رئيس الجمهورية فؤاد معصوم المصادقة على موازنة عام 2018 بيانون لرئاسة الجمهورية أوضح أن معصوم قرر إعادة قانون الموازنة إلى مجلس النواب لوجود نحو 31 فقرة فيها تتقاطع مع التشريعات النافذة بحسب ما جاء في البيانة مشيرا إلى أن إعادة الموازنة جاءت بعد قيام خبراء ومستشارين قانونيين وماليين بدراستها تفصيليا لتشخيص أهم المخالفات قبل المصادقة عليها أكد الخبير القانوني طارق حرب على حقية رئيس الجمهورية بنقض الموازنة أو أي قانون يشرعه مجلس النواب حرب أشار إلى أن المحكمة الاتحادية بيانت في وقت سابق أن المادة الثانية والسبعين من الدستور تخوض صلاحيات رئيس الجمهورية بشأن إعادة أو رفض القوانين وبحسب هذه المادة الموقعة من قبل رئيس المحكمة متحة المحمودة فإن الرئيس الحالي فؤاد معصوم لا يمكنه إعادة الموازنة إلى البرلمان تعطيل تمرير الموازنة المالية لعام 2018 ورفض المصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية فؤاد معصوم يلقى العديد من المواقف الرافضة كونها تعطيل مصالح الشعب التفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير تعطيل رئيسة الجمهورية المصادقة على الموازنة المالية برغم من وصولها عبر مجلس النواب بحجة بحث بعض الأخطاء الفنية والدستورية جاء رفض تمريرها من قبل رئيس الجمهورية فؤاد معصوم والذي أعادها إلى البرلمان مشيرا إلى وجود نحو 31 نقطة فيها تتقاطع مع التشريعات النافذة بحسب وصفه من جانبها أشارت القيادية في كتلة الحزب الديموقراطي الكردستاني أشواق الجافلة أن معصوم قد ضمن بعض الأسباب التي أدت إلى رفضه لها موضحة اتفاق حكومة إقليم كردستان وترحيبها بقرار عدم تمرير الموازنة المالية القانونية النيابية من جانبها أكدت أن رفض فؤاد معصوم للموازنة جاء لدوافع سياسية وضغط من قبل حكومة كردستان مشيرة إلى أن الدستور يلزم رئيس الجمهورية بإقرار الموازنة خلال 15 يوما ولا أحقية لمعصوم برفضها إذا لم تحوي خروقات دستورية المالية النيابية من جانبها بيّنت عدم حقية رئيس الجمهورية في إعادة الموازنة مشيرة إلى أنها لم تحوي أي خرق حتى لحظة إقرارها الأخيرة مركزة على أهمية استمرار الإجراءات بشكل طبيعي من خلال نشرها في جديدة الوقاء الرسمية ليصبح قانون الموازنة نافذانا مراقبون وأوساط شعبية دعوا مجلس النواب إلى سحب الثقة عن رئيس الجمهورية فؤاد محصوم على خلفية رفضه قانون الموازنة بوصف القرار الذي اتخذه اعتداء على الشعب لما يحويه من آثار قومية تفتقد للالتزام بحماية الدستور أثار قرار رفض رئيس الجمهورية المصادقة على الموازنة استياء كثير من القوى السياسية والنيابية التي قللت من أهمية تأثير هذا الرفض على مسار تمرير الموازنة لم يكتب لجلسة مجلس النواب هذه المرة أن تتصدر نشرات الأخبار على الرغم من أن المجلس أنهى قراءة أحد عشر قانونا بينها قوانين مهمة وأخرى ثانوية إلا أن معدلات تصدرها في الأنباء تصاعدت مع رفض رئيس الجمهورية المصادقة على الموازنة الاتحادية لعام 2018 لتنقلب الطاولة ويعاد السيناريو لفترة أفرزت العديد من الخلافات السياسية بهذا الشان منها ما يتعلق بالمخصصات المالية لكل مكون ومحافظة الموازنة تم تمريرها بصعوبة واعتبرت خطوة مهمة وكبيرة لمجلس النواب ولأول مرة يحصل أن تعاد من قبل السيد الرئيس الجمهورية مناقشة ثلاثة أشهر في مجلس النواب قبلها مناقشة في مجلس وزراء كافية لتفاصيلها مهام رئيس الجمهورية بهذا الصدد تكاد تكون شكلية لكنه إرجاعها لمجلس النواب أعتقد أنها خطوة تحتاج إلى مراجعة أوساط نيابية أشارت إلى أن رفض معصوم المصادقة على الموازنة جاء بدوافع سياسية يضاف لها ضغوطات صندوق النقد الدولي ورفضه الموازنة إلا أن ملامح الرفض الأكثر وضوحا تتعلق بالجانب السياسي والانتماءات الحزبية ولا سيما أن الجمهورية قد شهدت في وقت سابق حراكا من قبل بعض الأوساط الكردية طلبا منها لعرقلة المصادقة لحين تنفيذ مطالب الإقليم المتعلقة بالمخصصات المالية هذا الرفض متأتي بسبب التحفظات التي ذكرناها سابقا بسبب اتجاه سياسة الدولة للإقتراض من البنك الدولي اليوم نحن أمام مطب كبير يتعلق بالعادة تعديل هذه الموازنة حسوان كان من الحكومة أو مجلس نواب لأنه أعلن السيد رئيس مجلس نواب بأن هذا اليوم هو اليوم الأخير وما يتم فيه بالأيام اللاحقة سيكون بجلسة استثنائية محددة لقضية واحدة وتزعم رئاسة الجمهورية وجود إحدى وثلاثين مادة تخالف التشريعات النافذة ضمن مشروع القانون وعلى أساسها رفضت الموازنة وعادتها لمجلس النواب بهدف مراجعة مضمونها فهل سيكون هذا الرفض شكلياً أم سيكون عقبة جديدة تعرقل المصادقة بهدف إرضاء بعض الأطراف عبدالله نوري بلاد الفضائية بغداد وينضم الآن إلينا عبر الهاتف عضو لجنة القانونية النيابية النائبة حمدية الحسيني أهلاً بك سيادة النائبة بداية نتحدث قانونياً هل لدى رئيس الجمهورية صلاحيات عدم المصادقة على الموازنة بحسب ما جاء في بيان رئاسة الجمهورية تفضلي؟ نعم السلام عليكم ورحمة الله وعليك أمسك سناداً إلى المدى 73 ثالثاً من الدستور العراقي فأن صلاحية ترييس الجمهورية هي فقط المصادقة على القوانين ولا توجد لديه ألف صلاحية بنقض القوانين كما أقضت راقة التساكير الصلاحية فقط من المدى الثالثة هو أنه المصادقة على القوانين التي يسنها مسلس النواب العراقي وفي حالة عدم المصادقة فأن القانون يعتبر مصادقاً عليه خلال فترة 15 يوم من تاريخ تسلمه يعني فأي حق للنقض لا يوجد نعم طيب سيادة النائبة يعني في ظل هذا الموقف من قبل رئيس الجمهورية أيضاً هناك أوصات برلمانية دعت إلى قانونية التصويت على الموازنة والإعلان عنها في جريدة الوقاع يعني هذا الإجراء هل يعتبر هو أم جائز وبالتالي موضوع الموازنة هو قرار حسن ولا عودة فيه؟ نعم بالدخل موضوع الموازنة هو قرار الزرق ومجب قرار صدر القانون تم التصويت عليه والتصويت هو صحيح ووفق السياق الدستوري إنه القوانين اللي شرعها مزل سنوات تتمل بمصادقة رئيس الجمهورية إذا ما صادق عليه راح تعتبر يعني بحكم المصادقة عليه بعد مرحة مصدع الشام ومن ثم يتم نشرها بالجريدة الرسمية أي حق بالطهين لا يبدأ إلا فقط أنه في حالة بعد نشرها بالجريدة الرسمية إنه حق بالرئيس المزراء أن يطعن إذا يريد يطعن لكن يعني ما تسألني هل رئيس الجمهورية صلاحية يأثر على القوانين بسنها مجلس الجمهور؟ لعني لا توجد هكذا صلاحية ليست صعف من الموازنة وإنما تجاه أي قانون يصدر مجلس الجمهورية ليست لديه هذه الصلاحية وإنما صلاحية فقط إنه يصادق أخيان يرسله إلى الجريدة وقال العراقية ونعتبر طبعا هذا القرار قرار سياسي وليس قانوني وليس دستوري وإنما حقيقة لأنه الأكراد معظمهم يعني نعرف أنه ترثوا الجلسة الخاصة بالموازنة لم يحضر الجلسة بالتالي هو أعتبر هذا موقف تضامنا مع الأكراد والأكثر طيب سيادة النائبة ما جاء في بيان رئاسة الجمهورية في هذا الموضوع تحدث عن وجود بعض المخالفات ببعض فقرات الموازنة كيف تعلقون عن هذه الإدعاءات إذا صح التعبير في حالة وجود أي مخالفة لقانون الموازنة هذا الأمر بالإمكان المعانجة من خلال الطرق القانونية وهو أنه من حق رئيس المصورة أو أي جهة تتضغط من إقرار قانون الموازن سيادة النائبة في ظل ما تبقى من عمر مجلس النواب هل هو كاف للتعديل على الموازنة في حال وجود هذه المخالفات؟ أعتقد أن هذا الأمر قد فات أوانا اليوم اجتماعنا وقررنا الكثير من القوانين المهمة ولم يبقى إلا قليل من عمر مجلس النواب ومن ثم راح أفتر انتخابات فأعتقد أنها موقفة فترة كافية أنها ترجع الموازنة يعني هو أصلا هذا مو أمر تستوري مو أمر قانوني أنه ميهم يعني ما يصادق حقيقي جميل تكريب القانون التستور رسم طريق أنه في حالة نعتبر الآن هو مصادق نعم في حالة حدث مصادقته فهنا خلال 15 يوم هو راح تعتبر هي أصلا مصادق عليها نعم طيب حصله مصادق عليها وصلت الفكرة سيادة النائبة حمدية الحسين عضو اللجنة القانونية النيابية كنت معي عبر الهاتف أشكر لك هذا التواصل وأتمنى لك التوفيق أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي إعادة تفتتاح مطاري أربيل والسليمانية للرحلات الدولية العبادي وخلال لقائه ضباط وزارة الداخلية العاملين في مطارات أقليم كردستان قال أنه سيتم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن جميع السلطات المعنية في المركز والأقليم للإشراف على إدارة مطارات الأقليم ومنافذها إجابة الأقليم من قبل الأقليم لأن تنتقل السلطة إلى السلطة الاتحادية في المجال الجانب الدولي من المطار وأيضا خدمة للمواطنين في الأقليم هذا واجبنا سهل على المواطنين في الأقليم وإحنا ولو بالسابق وافقنا على حالات إنسانية في السفر الدولي وهذا كان ضمن الأمر الذي صدر سابقا بس اليوم نفتح إن شاء الله السفر لجميع المواطنين في الأقليم للسفر من الجانب الدولي من المطار وضمن الأمر الدولي أنا ممكن نخليها فترة أسبوع واحد اللي هو الآن قربت على الانتهاء المحبوظ خلال يومين أنا أنتظر كل هؤلاء السادة المسؤولين من عسكريين ومن مدنيين من دائرة الجوازات اللي هي المحبوظة الاتحادية نظام التدقيق الجوازات اللي هو البيسيز أيضا اتحادي يربط اتحاديا بالإضافة إلى القمار يجب أن يكون هناك تنسيق وتعاون في هذا الإطار أكد صعد الحديث المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن الحكومة ماضية بفرض سيادتها على جميع المناطق المتنازع عليها بشكل سلس الحديث قال أن الحكومة المركزية تسعى لحل بقية المشاكل مع أربيل والمتعلقة بالمنافذ الحدودية ومسألة صادرات النفط بالإضافة إلى استكمال فرض سيادة الدولة على المناطق المتنازع عليها بعيدا عن التعقيدات الأمنية مبينا أن الهدف من فرض الإجراءات هو فرض السيادة الاتحادية وفق الدستور العراقي أهمية إيجاد حلول حقيقية ما بين الحكومة المركزية وأقليم كردستان لإنهاء المشاكل العالقة تصريحنا أكده نائب ورئيس الهيئة السياسية لتيارة الإصلاحة الوطني دكتور أحمد جمع البهادلي خلال استضافته في برنامج حديث الثانية ما يتعلق بثروات العراق في كردستان وإنما في كامل الأراضي العراقية لأن هذه المركزية هي التي تحفظ العراق هيبته وهي التي تمنحه القوة وتمنحه سلطة القرار لذلك الاشتغال المركزي أنا من دعاة التأكيد عليه وأنا أيضا أؤكد على أهمية التفاوض وإيجاد حلول حقيقية ما بين الطرفين أسراع الثروات ليس هو المطلب الحقيقي والمطلب الحقيقي عند الجماهير وعندنا نحن في تيار الإصلاح الوطني أن نقوم بإعادة بناء البلد وأن نقوم ببثروح الهوية الوطنية بعد أن تجاوزنا الهوية الطائفية المقيتة دعت حركة تغيير الكردية الحكومة الاتحادية إلى رفع شكوى رسمية للأمم المتحدة بشأن التواجد التركي في العراق النائب عن الحركة كاوى محمد شدد على أن التواجد التركي على الأراضي العراقية يأتي ضمن مشروع الإمبراطورية العثمانية والتي عاد الحديث عنها بين الأوساط التركية مطالبان باستخدام كل أوراق الضغط الممكنة اقتصاديا وسياسيا لإنهاء هذا التواجد غير الشرعية في العراق على خلفية المساعد تركيا لشن عمليات عسكرية داخل العمق العراقي بحجة مطاردة إرهابي داعش والعمال الكردستاني طلبت أوساط سياسية ونيابية الحكومة العراقية باتخاذ موقف واضح وحاسم لحماية سيادة البلاد سرط القيادات التركية لتنفيذ رغبتها ببدء عمليات عسكرية في حدود العراق بعض عمقه الشمالي المجاور لتركيا هو استحصال الموافقة الحكومية العراقية لبدء عمليات ضد داعش ومقاتل حزب العمال الكردستاني لم يكن ذلك الشرط ذا قدرة على أقناع الجهات السياسية والشعبية في البلاد على قبول دخول الآلة الحربية التركية للأراضي العراقية أمر اعتبر بمثابة التعدي الصريح على سيادة بلد خرج للتوي من أتون حرب خاضها ضد عصابات إرهابية حقق بها النصر بأثمان غالية جدا أتصور هذا موضوع يحتاج إلى أن يكون الدولة لديها كلمتها ووقفتها لأن هذا سيادة عراق وليس موضوع تركيا وموضوع الهجوم أو ما تسمى غصن الزيتون نحن عراق لديها سيادتها يجب على الوزارة الخارجية والحكومة العراقية يجب أن يكون لديها كلمة ووقفة في هذا الموضوع لأن هذا تدخل السافر في شؤون العراق أوساط النيابية طالبت الحكومة الاتحادية برد واضح على تلك المساعد تركية لمنعها من اختراق حدود البلاد بحجة ملاحقة عناصر البككة أو داعش ويرى مراقبون أن تركيا تستغل انشغال الحكومة بالانتخابات ودعايتها وتسعى لتحقيق نواياها فيما سمي بغصن زيتون جديد لكن هذه المرة في العراق على شاكلة عملياتها في الشمال السورية كل اعتداء خارجي على أي بلد ليس في مصلحة البلدين أنا أعتقد تركيا لديها مصالح في العراق لديها أموال نتيجة الجانب الاقتصادي في العراق فليس من مصلحتها إلا إذا كان هناك تهور أو هدف بعيد ورغم الإدانات الدولية للعمليات العسكرية التركية في سوريا إلا أن أوردغان يسعى لتوسيع فوهة المواجهة بعمليات في الشمال العراقية بذريعة إرساء الاستقرار وإعادة النازحين الحكومة العراقية لم تصدر أي بيان عن قرب عمل عسكري تركي عراقي على حدود البلاد فهي في أكثر من مناسبة رفضت دخول أي قوات أجنبية للعراق بحجة تحرير أرضه من داعش أو غيرها من جماعات مسلحة متشددة صباح حكيم قناة بلادي مشاهدين الكرام وينضم إلينا المتحدث باسم وزارة الخارجية الدكتور أحمد محجوب بالصوت والصورة أهلا بك دكتور أبدأ معك الحديث المرحلة الماضية شهدت نشاطا دبلوماسيا مكثفا كان حافلا باللقاءات والمؤتمرات الإقليمية وكذلك الدولية هذه النشاطات أبعادها هل انعكست على الواقع السياسي والاقتصادية وأيضا كان هناك انعكاس على مكانة العراق في المجتمع الدولي تفضل شكرا جزيلا على الاستضافة بالتأكيد العراق وخلال الفترة الأخيرة وتحديدا عندما أقول الفترة الأخيرة فأعني بذلك مرحلة ما بعد داعش ما بعد النصر الذي حققه العراق في هذه المعركة التاريخية الضروس استطاع العراق أن يبدأ بحصاد الإنجازات الدبلوماسية الكبيرة التي تحققت خلال الفترة التي سبقتها كما تعلم ويعلم المشاهد الكريم أن العالم وقف إلى جانب العراق في حربه ضد الإرهاب الدبلوماسية العراقية بقيادة معالد الدكتور إبراهيم الجعفري المتوازنة والحكيمة في إدارة هذا الملف المهم والحساس من ملفات الدولة العراقية استطاع أن يتقدم بشكل سريع ومضطرد ومقنع للعالم خلال الفترة الماضية ونتائج ذلك أسفرت عن تعاون لا محدود بيننا وبين العالم التحالف الدولي وقف إلى جانب العراق في مقابل ذلك هناك دول خارج التحالف الدولي من الدول الكبرى والمهمة مثل روسيا الاتحادية وقفت إلى جانب العراق كثير من الدول العربية وعلى غير عادتها التي سبقت في إدارة سياسة إدارة الظهر أقبلت في التعاون مع العراق خلال الفترة الماضية ومن بينها دول الخليج إضافة إلى تعاون الجمهورية الإسلامية وتركيا وأكثر وبل كل دول العالم وقفت إلى جانب العراق في معركته ضد الإرهاب حتى انتصر على داعش طيب دكتور بالحديث عن الوضع الأمني كيف تنظرون للمساعي التركية لشن عمليات عسكرية داخل الحدود العراقية بحجة ملاحقة الدواعش والبككان هل صحيح أن هناك تنسيق تركي عراقي بهذا الشأن كما تدعي أنقرة؟ تفضل يعني للدقة الوزارة الخارجية العراقية الملف الأمني خارج صلاحياتها كما تعلمون أن الاتفاقيات العسكرية التي تبرم بشكل ربما خاص أو سري أو حوارات أمنية أو عسكرية تجري هذه الحوارات ما بين رئاسة الحكومة وما بين الدول الأخرى ولكن لي أن أقول أن العراق لديه سياسة واحدة وواضحة تجاه علاقتنا بجيراننا وأصدقائنا وكل دول العالم تقوم على أساسين مهمين الأساس الأول هو المصالح المشتركة بيننا وبين الدول الأخرى ومن ضمن هذه المصالح هي المصالح الأمنية التي تحفظ أمن البلدان وتعين بعض البلدان على أمن الحفاظ على أمن البلدان الأخرى هذا الأساس الأول الأساس الثاني هي السيادة أيضا المتبادلة واحترام هذه السيادة بالتأكيد العراق وبشكل عام لا يقبل أن تتم عملية اختراق حدوده تحت أي ذريعة كانت وتحت أي حجة كانت لأن هذا الأمر يمس بالسيادة العراقية ولكن هل هناك تنسيق ما بين حكومتنا حكومة العراق وما بين حكومة أنقرة بهذا الصدد؟ بدقة أنا ليس لدي معلومات بهذا الموضوع ربما تستطيع الحكومة أو المتحدث وصلت الفكرة دكتور نتحدث الآن بشكل دبلماسي هل ما زالت الخارجية العراقية متمسكة بمرشحها الدكتور صفاء الصافي لمنصب الأمين العام المساعد للجامعة العربية؟ وأيضا هناك تساؤل ما هي الدوافع وراء الحملة الإعلامية التي تمارسها بعض القنوات الفضائية بخصوص هذا الموضوع؟ طبعا من المستقرب أن تشن هذه الحملة على وزارة الخارجية والعجيب أن البعض لا يدرك حقيقة صلاحية الترشيح في قضية المناصب الخاصة والكبيرة في الجامعة العربية كما يعلم المتخصصون أن صلاحية الترشيح لهذه المناصب هي من اختصاص مجلس الوزراء والحكومة العراقية وردنا يوم الخميس الماضي ترشيح يعني يوم الثلاثة ثلاثة عفوا ترشيح السيد الصافي السيد الوزير وجه بوزارة الخارجية ومسؤولية الملفات ذات العلاقة ومن دوبيتنا في جمهورية مصر العربية لمتابعة هذا الترشيح وهذا الملف وبالتأكيد تحركت الجهات في وزارة الخارجية تبعا للتوجيهات التي بلغتنا من الأمان العامة لمجلس الوزراء لدعم هذا الترشيح وحصل الدكتور الصافي على إجماع مجلس المندوبين وهذا يعني يعني يعطاء المنصب للعراق والدكتور الصافي تحديدا بعد ذلك حصل أن السيد الأمين العام للجامعة العربية طلب برجاء من العراق تأجيل هذا الأمر إلى شهر أبريل لألبت به من خلال تفويضه لمجلس المندوبين بجلسة استثنائية يتم المصادق والإقرار بشكل نهائي على ترشيح الدكتور الصافي وبالتأكيد العراق استجاب لهذا الطلب ما زلنا متمسكين بمرشح العراق الذي هو مرشح الحكومة العراقية ونستغرب بشكل كبير جدا التصريحات التي وردت من الأخ الدكتور جواد والتي نعتقد أن فيها شيء من التجني والتجاوز على وزارة الخارجية ولا أكتمك أننا ندرس مقاضات الدكتور جواد على هذه التصريحات وهذه الاتهامات التي وجهت إلى وزارة الخارجية العراقية نعم طيب دكتور نستثمر هذا التواصل معك وهناك تساؤل إلى أين وصلت جهود وزارة الخارجية في موضوع نقل جثامين العائلة العراقية التي تعرضت لحادث سير في السويد يعني ونقل جثامين إلى العراق يعني يمكن بعد ساعة من الحادث طلعت سفارتنا في ستوك هولم سعادة السفير الأخ أحمد الكمالي اتصل مباشرة بمعالي السيد الوزير وجه الدكتور الجعفري بشكل مباشر إلى تحريك طاقم السفارة بالكامل لدعم هذا الأمر وإحاطة هذه العائلة أو ذويها من الذين نجوا من الحادث وهم أطفال بالرعاية للأسف الشديد الوالدين في هذه العائلة توفوا لقوا حتفهما رحمهم الله وجه معالي الدكتور الجعفري بنقلهما مباشرة طبعا وحلح حساب وزارة الخارجية العراقية إلى العراق وترتيب وضع الأطفال ريثما تكتمل أوراقهم الرسمية لإيصالهم إلى ذويهم في العراق ومعالي الدكتور الجعفري يتابع هذا الأمر شخصيا عن طريق سفير جمهورية العراق في ستوك هولم نعم إذن كان معي مباشرة بالصوتي وصورة المتحدث باسم وزارة الخارجية الدكتور أحمد محجوب شكرا جزيلا لك مبارك الله أكد النائب عن التحالف الوطني كامل الزيدي أن بقاء القوات الأمريكية في العراق سيعقد المشهد السياسي الزيدي قال أن القوات الأمريكية تحاول تواجد بأي طريقة في العراق مشيرا إلى أن مجلس النواب اتخذ قلاله وأبلغ الحكومة بوضع جدولة لخروج القوات الأجنبية من العراق أعتبر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية إسكندار ووتوت التواجد الأمريكي لحماية الانتخابات في المناطق الغربية من البلاد مثار شك وسيحمل غايات معينة ووتوت بيّن أن حماية مراكز الاقتراع هي من مهام القوات الأمنية لإنجاح التجربة الديمقراطية في البلاد مشيرا إلى أن التواجد الأمريكي بحسب إعلان القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر لعبادي سيكون على شكل متدربين ومستشارين فقط وهذا الأمر يثير الخلافة حول تواجدها خلال العملية الأهمة في البلاد والتي تبنى على إثرها الحكومة القادمة ويحدد مصير الدولة إلى كاركوكا كدى المتحدث باسم حجد محور الشمال علي الحسيني إن اجتماع العمليات المشتركة في كاركوكا جاء للتنسيق بين الأجهزة الأمنية بعد عمليات الغدر والتعرض على النقاط العسكرية في المحافظة الحسيني كشف أن الاجتماع عقد بحضور نائب قائد العمليات المشتركة الفريق ركون عبدالأمير رشيد يارالله مع قيادات الحجد الشعبي بالمحافظة مبين أنه تضمن انطلاق عمليات عسكرية تعقبية لإرهابي داعش في المناطق وبإشراف القوات المشتركة أول أمس وإطلاق أول عملياتها ومن ثلاثة محاور في مناطق المحافظة وفي الملف الأمنية أيضا نفذت قوات الشرطة الاتحادية عمليات أمنية بحثا عن بقايا عصابات داعش الإرهابي جنوب غربي كاركوكا قائد الشرطة الاتحادية الفريق راءت شاكر جودة قال إن قطاعات من الشرطة الاتحادية نفذت عمليات تفتيش وتمشيط في قرية السعدونية ووادي أم الخناجر ووادي زغيتون وقرية الكب الرفاعية ونواحي الرشاد والرياض ودقوق مضيفا أن العمليات شملت أزاءنا كبيرة من الحويجة أيضا هذا وانفجرت دراجة نارية ملغمة وسط محافظة كاركوك مرسل بلاد يفاد بأن دراجة ملغمة انفجرت في حي تسعين وسط المحافظة دون وقوع أي خسائر بشرية مشيرا إلى أن قوة الأمنية طوقت منطقة الحادث هذا وتشهد محافظة كاركوك خروقات أمنية متكررة من قبل فلول داعش الإرهابي وينضم معنا عبر سكاي بعض مجلس قضاء الحويجة الأستاذ أحمد خرشيد أهلا بك أستاذ أحمد نتحدث عن الخروقات الأمنية التي تحدث بين الحين والآخر في كاركوك عموما والحويجة خصوصا كيف تصف لنا الوضع الأمني في المحافظة تفضل نعم بالنسبة للخروقات الأمنية منذ تحرير الحويجة والخروقات الأمنية مجتمرة وستبقى مجتمرة في ظل عدم الإعازة النازحين وعدم وجود قوات عسكرية كافية لتخطيط المنطقة لأجل محارضة ومتابعة داعش وكذلك القوات الموجودة في هذه المناطق لا تستطيع تخطيط كل المناطق العسكرية وقيام داعش خلال ثلاث سنوات في جبال حاملين ومكحول بحفر الأنفاق هذا الأنفاق يختبئون بها ويخرجون بين حين وحين لقيام أعمال إجرامي وآخرين قبل يومين باستهداف عائلة وتبقى قتلهم وحرطهم وبينهم امرأة حاملة في شهرها السابع هذه العمليات داعش يستهدف السن والشيئ والكردي والعربي وقوات الأمن وقوات الشرطة وكل القوات الموجودة وقامت قوات العسكرية بعملية شاملة طيب أستاذ أحمد عذرا للمقاطعة العملية الواسعة التي أعلن عن انطلاقها لملاحقة زمر داعش هل شخصت معها الجهات الداعمة والمتسترة على هذه الزمر الإرهابية؟ نعم هناك عملية قبل أيام طرقة عملية تطهير وتفتيش مناطق عند قوات الزغطين الحناجل مناطق الرياض حيث يتكلفى بوجود الدواعش في هذه المناطق وهذا العملية الإسباني من لقال الدواعش الذين كانوا يقومون بأعمال قتل المواطنين وستطاعوا كتدمير أنفاق والقوات الباسلة من حشد عجل أكبر والشرطة الاتحادية الآن هم للاحقون الدواعش لكن الدواعش يختبئونه في الأنفاق لا يمكنوا لا يمكنوا بالعملية العسكري وحده وتطهير الحويجة من الدواعش هناك مجموعة عوامل يساعد على تنظيم الحويجة من الدواعش إعادة النازحين في القرى والنواحي وخاصة في مركز قراء الحويجة والمصالح المجتمعية لا يوجد الآن أدى مصالحة مجتمعية هذا أحد الأسلام الثنيا الحويجة الداخل لم يعود النازحين النازحين لازلوا في المقيمات أنا اليوم كنت في المقيمات أنا صارت خمس تشهر مليئين المواطن المواطن يعيش في الحالة يأس المواطن إذا يرجع ومن يرجع نعم إذن أستاذ أحمد عذرا للمقاطعة ولضيق الوقت أشكر لك هذا التواصل كنت معي مباشرة عضو مجلس قضاء الحويجة وأتمنى لك التوفيق محافظة نينوى شهدت عدة خرقات أمنية خطيرة أزعى مواطنون إلى الفراغ الأمني بسبب انسحاب قوات الحيج الشعبي بقرار من قيادة عمليات المحافظة هذا الأمر ثار المخاوف من عودة الموصل إلى المربع الأول مطالبين بعادة النظر بهذا القرار شهدت محافظة نينوى تداعيات أمنية خطيرة خلال الأيام الماضية منها هجوم عناصر التنظيم على إحدى السيطرات الأمنية غرب المدينة وبعدها ضبط شاحنة محملة بالأسلحة والأعتداء في الجانب الشرقي منها ويرجح أن هذه التداعيات جاءت بسبب الفراغ الأمني الذي تشهده المدينة على أثر انسحاب قطاعات الحج الشعبي منها بقرار صدر من قيادة عمليات نينوى صارت أحداث وراحت بها شهداء وتضحيات خصوصا قطع بادوش يعني انطوا تضحيات قوات الحج الشعبي صارت تعرض عليهم من بعض الجيوب والخلايا النايمة وقبل أيام أيضا بعض القوات الحج الشعبي الموجودة بقاطع الكرام وحي القدس القوة القبض على سيارة محملة بالعتاد والأسلحة ما يميز تشكيلات الحج الشعبي التي كانت موجودة في المدينة أن أفرادها هم من أبنائها ويعلمون بطبيعة أحيائها ومناطقها مما جعلهم يلعبون دورا مهما خلال المرحلة الماضية فيما كانت ردود الأفعال واضحة حول رفض هذا القرار ووجود مخاوف من عودة الموصل إلى المربع الأول الخروقات الأمنية لا سمح الله إن حدثت تحدث في الفراغات الأمنية والفراغات الأمنية حدثت أثناء يعني خروج الحج الشعبي من داخل مدينة نينوة ولكن دور الحج الشعبي أكبر لأنهم أبناء المدينة ومكة أدرى بشعابها مسؤولون في الحكومة المحلية قالوا أن هذا القرار كان مستعجلا وطالبوا إعادة النظر فيه والتريث في تنفيذه نظرا لوجود العديد من الخلايا النائمة التي بات نشاطها واضحا داخل المدينة طبعا هذا القرار جاء مبكرا في الوقت الحاضر نحن نطالب بقاء لقوات الحج الشعبي لأنه هناك بعض من الخلايا النائمة من الدواعش لا يزالون يتعشعشون في بعض المناطق لذا نحن مع بقاء الحج الشعبي في الوقت الحاضر إلى حين استدباب الأمن بالكامل في المدينة أهل مكة أدرى بشعابها هذا ما وصف به سكان الموصل أبناء الحج الشعبي وأهل الأرض أولى بمسك الأرض على حد قولهم لقناة بلاد الفضائية من الموصل محمود الجماس إذن مشاهدين الكرام هذا كل ما لدينا في الأخبار السياسية وهذا انتقال إلى مجموعة من أخبار الرياضة مع الكابتن محمد أهلا بك محمد مساء الله خير مساء الله خير